السلام عليكم اخوتي وحبائي معكم احمد خطيب من قناة تعلم لغة تركية مع دليلك الخطيب مع درس جديد من دروس متابعة مناهج الطلاب الذين يدرسون في المدارس التركية هذا الدرس كما ذكرنا لتحضير مواد لهؤلاء الطلاب هؤلاء الطلاب يعانون في فهم مقصرحات هذه المادة نساعدكم سواء هذا تحضير لابنكم قبل الدخول إلى المدرسة أو وهو الآن يدرس هذه المواد اليوم درسنا مادة الاجتماعيات الطالب يحفظ هذه الكلمات يكرر معنا هذه الكلمات وبعد ذلك بعد فترة يجد أنه بدأ يفهم على الأستاذ وخصوصا في هذه المادة اليوم عندنا درس اجتماعيات قبل أن نذهب إلى الدرس لا تنسوا الاعجاب بالفيديو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم الفيديوهات الجديدة اليوم درسنا اجتماعيات سيكون لدينا درس كلمات درس 3 وكلمات درس 4 راح تناول في هنا عشرين كلمة نبدأ مع الكلمة الاولى هي كلمة تأتي بمعنى حضارة ثم عندنا أفجلك الصيد أفجلك هو فعل الصيد أفجلك أفجلك الصيد وكلمة أفج تأتي بمعنى صياد أول أربعة حرف أفج تأتي بمعنى الصياد أفجلك هو فعل الصيد ثم عندنا الترم ترم بمعنى الزراعة ترم ترم ودنام دنام بمعنى عهد أو عصر والفرشلي تأتي بمعنى صالح أو مناسب أو خصب تستخدم غالبا للأرض الزراعية وقال الفرشلي يعني صالحة للزراعة أو أيضا للأماكن الصالحة أو المناسبة صالحة للعيش نقول عنه الفرشلي هنا يرلشم يرلشم تأتي بمعنى استيطان يرلشم وكلمة ير تعني مكان يرلشم تصبح فعل يرلش يرلشم استيطان كوي بمعنى قرية كوي وكلمة شهير يعني مدينة شهير شهير وكلمة باشكنت باشكنت عاصمة باشكنت وطنر بمعنى إله كلمات الدرس الرابع هي متعلقة بالمناخ والجو والأراضي عندنا هنا الفاتر المعتدل وتستخدم للماء أو للجو هذا الجو معتدل ونملي يعني رطب ثم بمعنى ثلج ولها معنين تأتي بمعنى ثلج وتأتي أيضا بمعنى كار بمعنى ربح وعندنا يعشل يعشل بمعنى ماطر يعشل أصلها كلمة يا أصل الفعل يا هذا فعل المطر يا مك هطول المطر ويامور المطر يامور المطر يعشل بمعنى ماطر ودالش دالش بمعنى التوزع دالش دالش ثم ألشوم ألشوم بمعنى تكون أو تشكل ألشوم ألشوم وكلمة جفاف بمعنى كراك 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 وعندنا إتكان بمعنى مؤثر إتكان إتكان الشيء الذي يؤثر نسميه إتكان العناصر المؤثرة إتكان فاكتور إتكان إتكان يون لك بمعنى الكثافة يون لك يون لك يون بمعنى مشغول مكثف وآخر كلمة غطاء نباتي بتكي أرتسو بتكي أرتسو بتكي أرتسو هذه الكلمات هذه كلمات مهمة في درس الاجتماعيات نتمنى منكم مساعدة أبنائكم في دراسة هذه الكلمات وتشجيعهم على حفظها حتى تسهل عليهم الدروس ولا يجدون صعوبة في فهم الكلمات إلى اللقاء مع درس آخر من دروس تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب سلسلة متابعة المناهج التركية ترجمة نانسي قنقر